بسر حسن زايد حضرت العنوان في الاول كده خطير جدا خطير جدا قال له خاوف داخل التحارل الافريكي من اعتذار الاهلي عن السوبر ليج الاهلي ممكن يعتذر عن السوبر ليج دول افريكي اللي هيدأ فيه خلاص كمان اسبوع قدام سيمبل طيب ده العنوان التفاصيل بقى فيما يخص النسخة الجاي هي بقى بالظبط طبعا الاهلي في النسخة دي عنده ملاحظات كتير جدا على البطولة القيمة المالية بتاعتها والكلام ده كله كان الهدف في البداية او الكلام في البداية انه القيمة هتكون البطل هياخد 6 مليون دولار تمام بعد كده اللي حصل انه القيمة قلت قلت عن 4 مليون دولار وبعد كده لما الاهلي ابدأ انزعاجوا من الموضوع انه الكلام والاتفاق ما كانش بالشكل ده وانه الاهلي هو الفريق الابرز والاقوى بتسويقيا في البطولة الاتحاد الافريقي رفع القيمة مرة تانية ووصلها الى 4 مليون دولار وهي نفس قيمة بطل دوري ابطال افريقيا الاهلي كان اعتذر قبل كده عن البطولة العربية رغم ان القيمة المالية كانت 6 مليون دولار للبطل بسبب الموسم المزدحم وضغط المباريات وفضل انه يشارك في السوبرليج في النسخة الاولى علشان كده النادي الاهلي حاطت هيحط ملاحظات بعد نهاية هذه النسخة من دوري السوبرليج من بينها القيمة المالية للبطل من بينها المشكلة اللي حصلة مع الاتحادات الوطنية وفك الاشتباك ما بين الاتحادات الوطنية والمنتخبات الوطنية في فترة الاجندة الدولية ومنها الموقف اللي حصل دلوقتي والازمة اللي حصلت قبل كده علشان كده النادي الاهلي بيفكر انه هو في حال انه الاتحاد الافريقي مقدمش تصور جديد يرضي طموح النادي الاهلي هيحصل مفضلة بشكل كبير ما بين النسخة الجاية من السوبرليج او العودة مرة تانية للمشاركة في البطولة العربية